أول سؤال وصلنا النهاردة بيقول السلام عليكم أريد معرفة رأي الدين في حالة أم أجهدت نفسها في حملة عمره أقل من 40 يوم لأنها اكتشفت أن أسر زوجها بيها مرض نفسي وراثي ظهر ذلك بعد أن أنجبت طفلين يعني هو المرض الوراثي ظهر بعد أن أنجبت طفلين يعني واضح أنها عملت أشعة فكأن المرض الوراثي ظهر فيه الإبن اللي هي حامل به أو بيظهر بعد طفلين السؤال يحتمل لتنين هو الواقع اللي عندنا أنه واحدة أجهدت نفسها أجهدت نفسها بعد 40 يوم في أقل من 40 يوم هي خلاص أجهدت نفسها يعني عملت الشيء اللي استقارت الفاتوة الآن في دور الإفتار المصرية أنه لو ما كانتش فيه سبب لده وضاعي طبي بيكون هي عملت معصية طب إيه اللي حاصل؟ هي دلوقتي تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله عليها شيء؟ عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله فقط ليس عليها أن تفعل شيئا إلا أنها تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى لكن خلينا أقول لكم حاجة خلينا مع بعض شوي أنا بخف من السؤال ده أن أنا أقتصد بي على الحكم الفقه بس يعني على الفتوى بس أنا كمان عايز أقول للأم أنت دلوقتي بتسأليني بعد ما عملت الحاجة أنا يهمني أن أنت ما يحصل لكيش أي هزة نفسية وعشان كده عايز أقول لك أنت ما قتلتيش عشان ده بيحصل في نفوس الناس لأن أنت لو فضلت أحس بدا حتى لو جبتي أولاد بعد كده مش هيحس أنهم ليهم طعم وإن زيك ما تقوليش لنفسك ده ولا تدخلي في وسواس النفس لا خليكي مركزة أن ده ما حصلش منك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنت عملتي حاجة حرام طب ليه عشان أراعي خلاف الفقهاء أراعي إحنا قلنا أن أنت تتوب إلى الله لأن المالكية تحرم هذا أول ما بتعلق النطفة في الرحم خلاص ممنوع أن نحن نتعدى عليها وده اللي مستقبل علي الفتح في دارة المصري يبقى إلا حاصل خلاص تعالي بقى إلا إذا كان فيه داعي طب إلا إذا كان فيه داعي طب وإنت الداعي الطب عندك داعي مش خاص بيكي داعي خاص بالطفل واحتمالية أنه يبقى عنده ده فخلاص إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر إلى الله سبحانه وتعالى أمر الثاني اوعي تتوسوسي اوعي تفسدي حياتك اللي جاية حياتك اللي جاية كلها حيات بركة ونور وحيات مش ملوثة بالمعصية ولا ملوثة بإنك أنت أصبحت فيه جريمة خالص عشان بس إيه هذا الكلام ما يفسدش الحياة عليك لإن إحنا لازم مفتي وهو بيفتي يلاحظ حاجة مهمة أوى 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 لازم يشوف الواقع بيحصل فيه إيه ولازم يحظر ويحصن الناس من الآفات ومن الأشياء السلبية التي تقع في المجتمع ترجمة نانسي قنقر